موسيقى مساء الخيرات مقتل شاب عمره 28 عام أمام منزله في أستراليا هو يعمل في مجال مرافقة السيدات زي ما فيه سيدات بيرافق الرجال حديثا بنسمع أنه فيه رجال يرافق السيدات في كل الأحوال مقتل هالرجل أمام منزله وهو في اليوم التالي عنده محاكمة يثير الكثير من ردود الفعل في أستراليا مين هو هالشاب وما هو الدافع من وراء جريمة مقتله كل هاي التفاصيل المثيرة والغريبة بعد الفاصل خلاله حبادي لا تنسوني كالعادة اللايك التعليقات اللطيفة وكمان اللي بيسمعوني أول مرة الاشتراك في القناة نسمع هالشاب اللي نتحدث عنه هو شين شارترز أبوتي وقال إنه هو كان عارف إنه أيامه معدودة هو متهم بجريمة معينة أطلق عليه لقاب غريب جدا وبعد مقتل هالشاب الدولة بتنفق 30 مليون دولار على التحقيق في هاي القضية شين هو موليد 19 من العام 1974 عاش طفولة عادية جدا في أسرة إلى حد ما مستقرة هلا كيف بدأ العمل في هالمجال المصادر بتحقي إن واحدة من أخواته كانت تعمل في المجال كمان صديقته ويبدو إنه هم وفروا له فرصة عمل معهم يبدأ العمل في واحدة من الوكالات اللي توضف الرجال للسيدات والسيدات للرجال وكمان الأنواع الأخرى شين يقتل أمام منزله في منطقة ميلبرن بتاريخ أربعة ستة من العام 2003 هو قتل في محاولة منه لتفاع عن اسمه حتى يبري حاله من جريمة اتهم فيها بدأ يحفي لزملاءه للصحفيين للناس المقربين إنه ما إلو علاقة أبدا بها الجريمة وما هي الجريمة المتهم فيها شين هلا واحدة من زبوناته اللي ما حد بيعرف اسمها أو ممنوع إنه ينذكر اسمها خلينا أحلى نسميها غزالة يلا خزالة في يوم من الأيام بتستدعي هالرجل حتى تمطي ليلة جميلة إلا إنه هي خلال هاي الليلة بتنام بتوعى وإذا هي مصابة إصابات خطيرة جدا من ضمن هاي الإصابات إنه لسانها تقريبا مقطوع مسحوب واضح إنه تم ممارسة تقوص معينة عليها أشياء غريبة جدا من ضمن هاي الإصابات اللي باضح إنه هي كانت يعني خلال عملية جنسية في عندي عدة جروح في منطقة الوجه عطات في منطقة الفخ في عندي حلمة الصدر فيها جروح بالإضافة لأدلة على دخول أداحة في أجزاء هاي السيدة الحساسة حابة أو ثقيلة المهم إنه تم استخدام أدوات طبعا الوجه متورم تماما بالإضافة لذلك تقرير الطبيب الشرعي يتحدث عن كدمات حول العين الأنف بالإضافة لأنه يعني منطقة الخلفية أيضا عليها ضربات قوية جروح وما بدنا ننسى أهم شيء واللي هو إنه جزء من لسانها تم قطعه مفقود واضح إنه هي عملية جنسية من عالم المجانين تعرفوهم هذول الساديين اللي يمارسوا هاي الأعمال يستمتع فيها مبائيا الشخص اللي تعامل مع هاي السيدة هو سادي حادثة السيدة غزالة صارت في العام 2002 في منطقة ميلبورن ساوثيارا في واحد من الفنادق الرخيصة اسمه بيسيفل يقال إنه في العام 2015 تحول إلى واحدة من مجموعة الشقق الفاخرة في شهر أوغاست من العام 2002 هاي سيدة غزالة بيخطر على بالها إنه تحجز هالرجل ييجي عندها على الغرفة 307 في الفندق هي رابع مرة بتحجزه هلا لما تصحى من نومها تكتشف هاي الجروح هاي الأشياء اللي صغيرة معها بيخطر على بالها إنه هو اللي عمل هالشياء لأنه هو آخر رجل شافته وهي في وعيها في كامل قواها العقلية بالمناسبة غزالة تعمل في مجال الأفلام الإباحية التعري وهاي السوالف المهينة وطبعا هي بتبلغ الرجال الشرطة اللي مباشرة بيقودوا على هالرجل بيوجهه إلى طهمة الاعتداء على هاي السيدة تعذيبها وغيره هلا هو بيبدأ يحكي مع مجموعة من الصحفيين السيدة الموجودة أمامنا والي هي بالعادة تعطي زي دروس توعية للأشخاص اللي يعملوا في هالمجال من أجل صحتهم بيبدأ يحكي لها إنه هو مش مسؤول عن هاي الجريمة إنه تم الإقاع فيه بإنه يوما ما هي راح تقتنع بكلامه بيبدأ يسردلها تفاصيل الشيء اللي صار معه في هاي الليلة بيحكي لها إنه هو لما وصل على الفندق طرق الباب في أحد الأشخاص واللي واضح إنه ملامحه أساوية هو اللي بيفتح الباب واضح عليه أنه هو في حالة غير عادية عدواني عليه معالم الغضب الشديد بيكمل إنه بعد فترة قصيرة بتظهر غزالة واضح عليها إنه هي في حالة من التوتر مجدودة مش زي عادتها بتحكي معه وتمزح بتبدأ هيك ملامح وجهة غريبة جداً بتبدأ تحكيله إنه أنت في خطر وإنه هو بيعرفها على مدى عدد سنوات فعلاً بيبدأ يشعر إنه في شي خطأ هلا هي بتكمل بتحكيله إنه أنت تم الإيقاع فيك حتى تكون أنت مسؤول عن تصوير أفلام معينة بيسموها سنف موفيز شو هاي الأفلام؟ الأفلام اللي تضمن موت شخص ما خلال العملية الجنسية بتعرفوا عالم السادية التعذيب وغيره لكن هون تطورنا بدوا يبحثوا عن إنه الشخص اللي يتعرض لكل هالتعذيب هو يموت في هاي العملية بتكمل إنه هي ضحية الإتجار بالبشر إنه تم نقلها على أستراليا من أجل العمل في هالمجال السيء إنه هي عليها ديون معينة مقابل هاي ديون هي مطالبة بإنه توقع بأي رجل حتى يمثلوا هالفلم واللي هو الاسناف موفي وبتعطيه معلومة مهمة إنه يمكن يتم قتله في هاي اللي بيعمله إنه يغادر المنزل هي كانت بخير بصحة جيدة إلا إنه هي بتحكي رواية مختلفة تماماً هي بتخبر رجال الشرطة إنه شين يعتقد إنه هو مصاص دماء عمره 200 عام إنه هو بحاجة لكميات كبيرة من الدم حتى يستمر في الحياة وبيبدأ جدل واسع في وسائل الإعلام عن هاي الجريمة بهاي المرحلة بيعطو شيئاً لقب فامبير جيغلو أحد زملاء العمل معه لها الرجل لأنه هو يعمل في واحدة من الشركات والعمل في مرافقة السيدات هو عمل إضافي بيحكي إنه هو أبداً ما ذكر في حياته إنه هو فامبير إنه هو رجل غير عادي هو رجل بيفكر عنده منطق عنده صديقة يتوقع إنه يكون عنده طفل في الفترة القادمة لأنه صديقة حامل وبالتالي فكرة إنه هو فامبير وهاي الأمور بعيدة تماماً عنه لشين الرجل بيحكي إنه شين رجل عادي جداً بيحب الحياة بيحب المراح بيحب الرقص يدعو أصدقائه لحفلات بيحب الشرب في النهاية هو رجل عادي جداً مش زي ما وسائل الإعلام ها سيدة واللي هي غزالة بتحاول تظهره الصحفيين بيبدوا يبحثوا فيه الرجل بيعرفوا إنه هو صحيح يعمل في مجال مرافقة السيدات إلا إنه طبيعة عمله تتطلب منه أو تخصصه هو عالم السادية والتعذيب ولعب الأدوار وهاي الأمور هلا هو يدعي أمام صديقه الموجود أمامنا إنه هو عمل الشيء اللي اندفع له عشان يعمله مع هاي السيدة غادر المكان وهي بصحة جيدة تفاجأ لما تم اتهامه بجريمة الاعتداء عليها مع إنه هي مهدت إله إنه ممكن يتم قتله إلا إنه هو يتم المهمة يعني زل ما عارف شغله صح مدام الدفع له مبلغ لازم يكمل المهمة الآن زي ما حكيت بعد ما يغادر يتم الكشف عن هاي السيدة توجه إله التهمة هلا هو بيبدأ يدافع عن حاله يحكي إنه هو ما نفذ جريمة الاعتداء على هاي السيدة يستاعد من أجل المحاكمة كمجموعة من الملاحظات وهو مستعد للكشف عن أمور معينة خلال محاكمته خليني أعطيكم البعض من هاي الملاحظات بيحكي في هاي الملاحظات إنه هو كبش الفداء لأشخاص آخرين إنه هو ما عنده أي دافع أبدا لتنفيذ الجريمة بيكمل إنه هو ما عمل أي شيء إلا اللي طلبته هي منه بحسب الاتفاق بحسب المبلغ اللي تم دفعه إذا هو مسؤول عن شيء فهو هاي الأمور فقط بيكمل إنه هو كان شاعر بإنه في أشخاص موجودين معه داخل الغرفة يمكن يكون أشخاص هم اللي كانوا يعملوا عملية التصوير والله أعلم بعد هيك لما يتم توجيه طهم إله هو بيبدأ يحلل يجمع الأمور بيوصل لنتيجة إنه تم الإيقاع فيه إنه هو مراقب الآن يبدأ حديث الصحفيين إنه المشتركين في هاي القضية هم من علية القوم زي ما بنحكي قضاء محاميين رجال أعمال اللي بيحبوا هاي النوعية من الممارسات ممكن يكونوا هم اللهم أسماء في هاي القضية لهيك تم توجيه طهم لهالرجل واللي هو كرش في داء هو بيبدأ يخبر هاي سيدة الموجودة أمامنا بإنه هو رح يكشف مجموعة من الأمور اللي ممكن في النهاية تؤدي للكشف عن بعض الأسماء السياسيين وغيره الحكي بيصير بين وبينها خلال واحد من أيام المحاكمة هم يجلسوا خلفهم رجال الشرطة هلا هو بيبدأ يشعر إنه هو مراقب بيحاولوا إنه يسمعوا الكلام اللي بيحكي لهاي السيدة بيحكي لها إنه هو خايف على حياته لكن مصر على كشف الحقيقة في صباح اليوم التالي المفروض إنه هو يروح على المحاكمة الرسمية في هاي القضية يقدم شهدته الآن أمام منزله بتم إطلاق الرصاص عليه تخيلوا إنه هو مع صديقته أمام بيته أو باب البيت بتم استهدافه لوحده الآن عاد خلال هاي المحاكمة لا فيش نجاوب على الأسئلة ولا في أي معلومات ممكن يتم الكشف عنها أنه بيبدو عاد رجال الشرطة يبحث مين ممكن يكون مسؤول عن هاي الجريمة بيوصل لأحد الرجال في حياتها السيدة اللي هي غزالة أنه الجيران 8 سنوات هاي القضية هاي القضية هاي الشيء الوحيد اللي بقدمه لرجال الشرطة هم طبعا عارفين أنه يتحدث عن قضية شين إلا أنه ما بيعطيهم أي معلومة إضافية بيرجع بعد عام يتواصل معهم مرة أخرى هاي المرة بيحكي لهم أنه هو مساعدي يعمل معهم مقابلة بشرط أنه ما يتم عرض وجه على الكاميرا رح يقدم معلومات مهمة في النهاية بيوافق رجال الشرطة وفعلا بتبدأ المقابلة بيبدأ يحكي هالرجل أنه هو اللي قتل شين أنه الموضوع ما له علاقة بأي اتفاق آخر أنه هو نفذ هاي جريمة لأنه هالرجل اعتدى على عدد جيد من السيدات بيكمل هالرجل اللي هو حتى ما متذكر التاريخ ولا اليوم ولا غيره أنه هو نوع من الخدمة له السيدات المعنفات اللي كان لما ييجي يمارس عليهم شين السادية يؤذيهم جدا لأسفاق شخصية تخصه هو قرر أنه يقتل هالرجل الآن هالرجل بيبدأ يحكي أنه أطلق عليه رصاصين لشين في رأسه بيكمل أنه عمل هالشيء كنوع من الخدمة مش اتفاق أبدا لأحد زملائه في السجن واللي هو ورنشي ورنشي طلب منه يعمله هالخدمة خدمة لصديق آخر مين هو الصديق الآخر هو صديق هالغزالة الرجل المجهول بيبدأ يحكي أنه ورن بدأ يتحدث عن أنه رح يكسر لشين رح يكسر كل عظامه على طول الرجل المجهول بيحكي له أنه الترك له المهمة ما بيكون راضي عن الشيء المؤلم اللي عمله مع غزالة مع غيرها من السيدات لهيك هو في النهاية بيقرر أنه نفذ الجريمة هو بده يظهر الموضوع على أنه خدمة للصديق أيضا الرجل المجهول بيعطيهم اسم شخص ثالث كان له دور في هاي الجريمة الرجل هو واللي محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب جرائم تتعلق بالعصابات بيخبر رجال الشرطة أنه قبل ما ينفذ الجريمة كان يراقب منزل من خلال باركينات محطة قطار موجودة أمام المنزل بيعطيهم معلومات وين ممكن يتم العثور على سلاح الجريمة هو بيحكي أنه دور الرجل الآخر واللي هو كان مراقبته لشين خلال الفترة الماضية كان يتدبع في جميع تصرفاته وهال اعتراف بالمناسبة كان في العام 2006 الآن بيبدو عاد رجال الشرطاء يبحثوا في هذه المعلومات اللي قدمها هل هي متافقة مع الأدلة الجنائية من أغرب الأمور في هذه القضية أنه على مدى ست سنوات وهم يبحثوا في رواية هالرجل كل مرة يرجع يغيرها يعدل عليها يقال أنه عدل عليها ست مرات قريبا في مكالمات هاتفية يرجع يغير رسائل يعني واضح بالنسبة لبعض الصحفيين أنه في النهاية رجال الشرطاء بيحاولوا أنه يلأموا هاي الرواية اللي يتحدث عنها هالرجل المجهول مع الأدلة الجنائية هو غير قادر على أنه يعطي بعض تفاصيل المهمة والمهمة جدا منها الشارع اللي قتل فيه الرجل رجال الشرطاء بيعطوه خارطة للمكان حتى يذكر اسم الشارع يعني صعب أنه الواحد يكون نفذ جريمة بدون ما يعرف المنطقة اللي نفذ فيها الجريمة دليل على أنه رواية هالرجل غير صحيحة هو بيحكي أنه راقب منزل الضحية من خلال موقف للسيارات في محطة القطار إلا أنه منزل الضحية خلف هالمحل اللي موجود أمامنا وبالتالي صعب عليه أنه يشوف منزل الضحية من باركينات أو مواقف السيارة هلا نيجي للطريقة اللي بيحكي أنه هو أطلق الرصاص عليه مدائيا هو بيحكي أنه الرصاص الأولى في منطقة الصدر الرصاص الثانية في منطقة الرقبة قريبة جدا على الرأس إلا أنه الأدلة الجنائية بيحكي الواية مختلفة تماما أنه تم إطلاق الرصاص من منطقة اللي إجت في الرأس ذات من منطقة قريبة جدا المساتس كان قريب جدا على منطقة الرقبة والرصاص تصعد إلى الأعلى هو بيحكي أنه وجهها بشكل مستقيم ما بعرف يمكن الصور تفسر أكثر من كلامي هلا نيجي لنقطة مهمة أيضا واللي هي سلاح جريمة هو لما خبر رجال الشرطة عن المساتس حكى لهم أنه رح يتم العثور على رصاصين فارغات رح يتم العثور على رصاص ما زال في المساتس صحيح أنه تم العثور على المساتس إلا أنه ما في أي رصاصات أبدا كل هاي الأمور تدل على أنه هو حافظ شيء معين هو بيحاول يوصل معلومات غير صحيحة ومع ذلك رجال الشرطة يتقبلوا هاي المعلومات أيضا من ضمن الأمور اللي ما بيتم تأكد منها أنه هو بيحكي الرجل الآخر واللي هو جوزز المفروض أنه تتبع المتهم شين في المحكمة إلا أنه لما يراجعوا كاميرات المراقبة يبحثوا فيها ما في أي آثار لها الرجل اللي هو شريكه موجود في المحكمة أيضا يبدأ هالرجل يضع أسماء أشخاص آخرين من رجال الشرطة أنه لهم علاقة بهاي الجريمة هالرجل الموجود أمامنا واللي خدم في سلك الشرطة على مدى 28 عام هو أحد الأشخاص اللي تمزج اسمه في هاي القضية الرجل المجهول يدعي أنه بيتر لارول واللي كان يعمل في باران ساعد ساعد بهاي الجريمة بأنه عمل زي مذكرة يثبت وجوده فيها في مركز الشرطة بعيدا عن مسرح الجريمة في اليوم اللي صارت فيه أيضا هو يدعي أنه دفع رشوة لها الرجل أو رجل الشرطة واللي هو بيتر أمام رجال الشرطة آخرين كل هاي ادعاءات بيتر لوريل ينكرها تماما المجهول يدعي أنه هو أخذ عنوان على شيء من رجل الشرطة واللي هو بيتر بيتم إقافه عن العمل لبيتر بسبب هاي الادعاءات وما بيكتفي هالرجل المجهول في بيتر لوحده بيبدأ يضع أسماء رجال الشرطة آخرين أربعة على الأقل هو عمل معهم اجتماعات لقاءات خلال فترة تخطيطه لتنفيذ الجريمة هو يدعي أنه اجتمع فيهم في واحد من الأماكن لما بيتر أعطاه عنوانه لشين إلا أنه الجميع ينكر هالاجتماع مستغربين كيف ممكن رجال الشرطة يبدو يبحثوا في هاي النقطة جميع المتهمين من رجال الشرطة بيكون عندهم أدلة أنهم ما لهم علاقة أبداً بهاي الجريمة في كل الأحوال هالشيء يؤثر جداً على وضعهم الوظيفي إلا أنه واضح رجال الشرطة في النهاية بدهم ينهو هاي القضية بأي ثمن خلال هاي الفترة زي ما حكيت حرب على العصابات في عدد من رجال الشرطة ثبت ورطهم في قضايا العصابات وبالتالي بدهم يثبتوا للجميع أنه حتى لو كان رجال الشرطة مشاركين في جرائم قتل فهم خلاص بدهم يقضوا على الفساد بدهم ينهو جميع هاي الاتهامات الموجهة لرجال الشرطة بيعملوا عادة بتعرفوا زي محاولة لمحاربة الفساد بغيروا في جهاز الشرطة في النهاية المسؤولين الجدد بدهم يثبتوا أنه هم ماشيين بالشكل الصحيح الآن فجأة يظهر أمامهم هالرجل اللي يدعي أنه هو اللي نفذ الجريمة هم مستعدين أنه يعملوا معه اتفاق الرجل المجهول الاتفاق أنه هو يعترف شيء اللي صار ما رح يمضي أي يوم زيادة داخل السجن على هاي الجريمة المهم الاعتراف وأكيد بيخطر على بالكم عن دور الصديق واللي هو مارك صديق هالغزالة في هاي القضية رجال الشرطة بيبدوا يتعقبوا يحاولوا أنه يسجلوا بعض أحاديثه مكالماته في مرة من المرات بيوصلوا لمطعم المفروض أنه يكون موجود في هالمطعم بيضعوا أجهزة التنصت في علب الملح والفلفل الموجودة على طاولة يقال أنه واحد من الرجال الشرطة كان موجود قريب عليهم يحاول أنه يتنصت على الحديث اللي يدور بين هالرجل والأشخاص الآخرين لكن عاد صوت الملاعق والسكاكين وغيره في النهاية تفشل محاولتهم هاي المحاولة كانت هي المحاولة الأخيرة لهم لأنه هالرجل يخذ فيه تماماً اللي هو مارك بيري بعد هاي المحاولة وبتبدأ عملية باحث عنه لمارك بيري يعلن عن جائزة بقيمة واحد مليون دولار مقابل أي معلومات عنه آخر صور إلو هاي الصورة في العام 2005 في مطار ميلفرن الصورة الثانية في العام 2007 في واحدة من محطات البترول بعد هيك هالرجل يبدو أنه بنتبه رجال الشرطة يتتبعوه يخفه تماماً هم توقعوا أنه غادر أستراليا توجه إلى تايلاند بيتتبعوا لفترة في هاي دولة إلا أنه ما فيه إلو أي أثر في النهاية بيعرفوا أنه لا ترك أستراليا ولا شيء هو موجود في مدينة أخرى اللي هي بيرث هو عايش لا عنده سيارة ولا شيء يتنقل من خلال البايسيكل يعمل أعمال يدوية بيأخذ كاش بيدفع أجاره كاش بالتالي ما استطاعوا أنه يتتبعوا من خلال البطاقات البندية وغيره ما عنده موبايل وبالتالي كان صعب جدا أنه يتبعوا بنوصل للعام 2013 بالصدفة يلتقي بواحد من الأصدقاء هالصديق في النهاية يمكن بدأ يفكر بمبلغ المليون دولار بيستدرج لهذه الأماكن اللي بيتصوروا فيها بيتصور معه بيأخذ الصورة على رجال الشرطة وأخيرا بيتم القبض عليه توجه إلى تهمة المشاركة في جريمة قتل شين وبعد ما يتم القبض عليه بتبدأ غزالي عاد تغير شوي في روايتها بتحكي أنه في مرة من المرات التقط في لماك في واحد من المطاعم بدأ يهمس لها يحكي لها أنه هو اللي نفذ الجريمة شايفين الصورة الموجودة أمامنا بيحكي لها أنه هو مسكه بهاية طريقة أطلق عليه الرصاص بالشكل الموجود أمامنا وأكيد حبايبي عارفين أنه هذا الشيء يتوافق يتوافق مع تقرير الطب الشرعي مع تقرير الأدلة الجنائية مختلف تماما عن الرواية السابقة للرجل المجهول تقرير الطبيب الشرعي بيحكي أن الرصاص كانت باتجاه عمودي بينما الرجل المجهول بيحكي أنه هو أطلق الرصاص باتجاه أفقي مبدئيا رواية مارك بيري هي المنطقية أكثر طبيعي جدا الآن أنه يتغير مسر التحقيق إلا أنه اللي بيصير أبدا ما بيتغير هم يتوافقوا أو يؤيدوا لواية الرجل المجهول تعرفوا لأنه هون رح يرجعوا يحبوا عن تدخل رجال الشرطة أنه هم في النهاية زجوا بأسماء أربع من رجال الشرطة اللي هم بريئين تماما وبنوصل للعام 2014 بعد 11 عام على حدوث جريمة مقتل الشين ثلاث رجال الموجودين أمامنا يخضعوا للمحاكمة اللي هم مارك بيري غوزز وأيضا شي وخليني أذكركم مين هم الثلاث رجال أول شي الصديق اللي هو مارك بيري صديقها لغزالة الرجل الثاني هو غوزز تذكروا اللي كان يتتبع شين خلال فترة المحاكمة أو يراقبه الرجل الثالث هو شيء واللي هو المفروض طلب من الرجل المجهول تنفيذ الجريمة أو أعطائحة بتنفيذ الجريمة من الشاهد مع المدعي العام في هاي المحاكمة هو الرجل المجهول اللي في النهاية تبنى تنفيذ هاي الجريمة طبعا هو زي ما حكينا ما وجهت إله أي تهمة هلا لما تبدأ المحاكمة المفروض إنه هو يقدم شاهاته من خلال يعني الفيديو ما يكون موجود في المحكمة إلا إنه هو يرفض إنه ييجي على المكان بيغادر الغرفة اللي هي الزنزانة حتى يبدأ بتقديم شاهاته من خلال الفيديو في النهاية هو بيبدأ يقدم المعلومات مرة أخرى أو الشاهدة فأنا بيبدأ يحكي عاد معلومات مختلفة تماما عن الإفادة اللي قدمها في الأعوام السابقة تعرفوا بيبدأ تناقض بيبدأ حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة لأنه فيه تناقض كبير بين الأشياء اللي بيحكيها بهاي الفترة بالأشياء اللي حكاها لما تم الاعتراف من ضمن هاي التناقضات إنه هاي المرة بيحكي شيء طلب منه إنه يؤدي هالرجل ما يقتله الموضوع قائم على أساس إنه مؤامرة بتنفيذ جريمة قاتل شوفوا عاد المفاجأة يعني يا جماعة هيك القضية تنهار تماما أمام القاضي هيئة المحلفين في النهاية بيوصلوا لنتيجة إنه جميع الأطراف الموجودين في هاي القضية غير مذنبين الثلاث رجال ويبقى تساؤل مهم جدا هل فعلا كل اللي صار من أجل التغطية على بعض السياسيين على بعض المتنفذين اللي اعتدوا على هالبنت اللي هي غزالة وهالرجل اللي هو شيء حاول إنه يكشف أسماءهم واللي هو فعلا صديقها مارك هو اللي قتله كنوع من الانتقام ما زالت القضية تثير الكثير من الجدل في المجتمع الأسترالي وهيك بتنتهي قصتنا لليوم لكن عندي بعض التفاصيل من ضمن هاي التفاصيل إنه الرجل المجهول ما زال موجود في السجن بسبب التهم السابقة اللي حكينا عنها ما عندونية إنه يقدم على يعني فرصة لإخلاق سبيله بيحكي إنه هو بده يموت داخل السجن من ضمن التفاصيل الأخرى إنه رجال الشرطة الضباط اللي حكينا عنهم الأربعة ما وجهت إليهم أي تهمة رسمية إلا إنه هالشيء أثر على وضعهم في العمل في المهنة البعض منهم يعني كان مركزه عالي جدا زي خفضو زي خفضوله الرتبة نال العقاب بهذه الطريقة الرجل الآخر واللي هو إفانجيلو جوزيس أيضا يعود للسجن لأنه محكوم عليه بالسجن مدى الحياة الرجل الثالث واللي هو ورنشي يحكم عليه بالسجن لمدة عامين لأنه رفض لأنه يجاوب بعض الأسئلة خلال المحاكمة بعد هيك بيرجع بيعيش حياته طبيعية مع أفراد العائلة بالنسبة لماركو اللي هو صديق يرفض أنه يتواصل مع وسائل الإعلام يقدم أي معلومات عن هاي القضية هل غزالة سيدة متزوجة عندها اثنين من الأطفال بتعيش حياة طبيعية في منطقة ميلبورن في عندي معلومات تعلق بالطباط اللي تم اتهامهم بهاي القضية الرجل اللي تولى تحقيقه صار هو زي ما نحكي المسؤول عن الشرطة في منطقة ميلبورن في البداية بحقق نجاح جيد إلا أنه بعد فترة يجبر على الاستقالة واحد من الضباط المتهمين يترك سلك الشرطة يبدأ العمل كمحامي الثابت الثاني في هاي القضية بيوصل لمرحلة التقاعد بعد ما يخفضوا رتبته يبعتوه على منصب ما كان مناسب إله أبدا لا يتلقى أي اعتذار من سلك الشرطة الضباط الاثنين الآخرين اللي تمزج اسمهم في هاي القضية ما زالوا يعملوا في سلك الشرطة بيحكوا أنهم ما بيهتموا أبدا المهم أن أفراد عائلاتهم عارفين أنهم ما لهم علاقة بهاي القضية مع أنه رسميا ما تم زي ما نحكي الحديث عن الموضوع بأنه هم بريئين تماما وهيك بتنتهي قصتنا لليوم في نهايتها بحب أحكي أنه أفراد عائلة شين ما زال عندهم أمل أنه هالرجل المجهول الموجود خلال السجن اللي قدم اعترافات غريبة يرجع يغير اعترافه يحكي ليش هو عمل هالشيء ويوصل لنتيجة مين هو اللي قتل شين إلى اللقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة